وكان يفتك ذول الاختصاص المتاعه واللي هو يفوك للتاكسيستيه اللي كره بمتاعهم هكا ولا لا سيحوسيب اكيد اكيد هو يذي روه من تصويره دولة برج على فيسبوك معناه دولوها العديد من المستعملية صفحات سؤال اقبال هذيك نجمون هبطوا تصويرته احنا مثلا ولا لانو عنا تصويرها متاعه ولا يتفلوتيوها وكهو نفلوتيوها وكهو واضح فضل سيد بالنسبة لي هو دولة العديد من المواقع التواصل الاجتماعي كونه النفر هذيه معناه مروع سواء قصيرات الاجر وهبطوا فيه تحذير بيستعمل الاليات الحادة كنخول السوفة وبيانس كاكر هنا جاءت المعلومة بالنسبة لينا نحن في فرق البحث كستيش الحرس الوطني بالمحمدية اللي يتسمى شكون معناه يتردد بالنسبة لي سيد هذيه يتردد بيش يقابل شكون احد المحارفين في الجهة هنا نصبوله الوحدات المتاعنا نصبوله كمين وبقاوا يترصدوا فيه لطن اللي جاء بالدراجة نارية السيد هذيه في 12 مشهور تفتيش المختلف في الاجهزة القضائية والامنية من اجل السرقة وسرقة باستعمال العنف تكوين عصابة مفسدين دونت اللي هنا باتشارة نيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ في بيه ولو بش يتم احالته اليوم على الاجهزة القضائية بابن عروس اعطيك فكرة بالنسبة لسيد هذيه فيه مضامين حكم بـ 18 سنة حبس مجموع الحكام تاعه دونت اللي هنا بش يتحال العدالة وهي بش تخوى الجرائية القانونية في جاء طيب شكرا لك سيحوسام قبل ما نكمله معاك الوضعية اليوم في في الاماكن اللي صارت فيها احتجاجات في تبوربة في سيدي بوزيد في جافصة في جبنيانة اذا عندك معلومة نجم تفيدنا به دونت المعلومة تاوب بالنسبة مختلف في الاماكن رشع الهدوء معناها الشيئا فشيئا الوحدات بتاعنا لصباح هدوء نسبي نعطيك فكرة على ما رجع نظر الحرس الواطن خاصة في منطقة تالع اللي شهدت البارح تحرك زادك الكيف من طرف سبعين نفر قاموا بشعال عجلات المطاطية ورشق مركز الحرس الواطن بالخجارة يعني حتى لو تحاورت معهم عقل الجهة لانه الحرس معناها تعمد التدخل بالقوة قصد تفريق المجام المهريين اللي قاموا برشق الوحدات وأصابوا في بعض الوحدات المساء عنها وبعض السيارات الوضع تحت السيطرة اليوم معنتها الاحتجاجات ترجعت فمش تحذيرات تدخلوها للمواطنين فمش أمور تحبوا ماذا بنا بقول لكومنيكاسيون وتعرف في الفترة هذه الكومنيكاسيون مهمة برشا الاتصال مع الأولياء والمواطنين مهمة برشا هو مين راهو بالنسبة للتحركات الاحتجاجية ذي الحاجة نقولوها التحركات الاحتجاجية وحق بقوله راهو حق لهم الدستور اللي هنا يدخل في بيب الحقوق المدنية والسياسية دونك الهنا راهو وحنا كمنافذين للقوانين هذية رانا نحترمه علوية الدستور دونك الهنا لكن راهو اللي بيش يحتاج راهو يحتاجش التسعة والعشرين تعليل ورميات اللي يحتاجش قدام بلدية وقدام قباضة وقدام مركز متعامن ويشعل ويسكر الطريق ويخلي ويعطل السبيل دونك الهنا راهو هذا بيديو والي راهو جريمة ويعاقب عليها القانون دونك الهنا ما ضابينها عناها العباد معناها تفيق شوية على بلادها وشطيق في تونس شكرا لك حسام دينش بابلي إذا عندك مظيف سينو قدمو لك تحية وإلى كل الأسلاك أعوان الحرس الوطني بارك الله وفي كذا شكرا لك حسام بربي ميساج صغير راهو كي نحرقو مركز ولا كي نحرقو خباضة راهو هذيك الكل بيش يرجع بالضرار اللي كنتي معنا من حقك نعرف الوضعية الاجتماعية صعيبة برشا اليوم ونعرفوا أنه برشا أمور مش ماشية ولكن تزيد تعطر الأمور وزيد تعكر الأمور إذا تدخل في صراعه وفي صدام عاون الأمن عاون الأمن يخدم على روحه وربي عينه ولمركز الأمن ذاك اللي كنتي قبل أي نسوخرين بعد كيفيش طلع بتقترير كيفيش بيش يكون عندك سيكوريتي في المكان اللي أنتي فيه فرجاء رجاء 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 رأوا ما عنده حتى دخل مركز الأمن والبلدية والشرطة إذا بيش تحرقها وإذا بيش تخربها فحتى لو كانت في الأمن حقا تحتاج ما تخليش بلادك تتخرب هذا يا شعار اللي لازم نرفعه في كل الاحتجاجات وماشيني معاكم في وأن الوضعية ما تعجبش واحتاج كيف ما تحب ولكن دون عنف ودون الاعتداء على الأملاك الغير ودون الاعتداء على المقارات الأمنية والمقارات السياسية